النهاردة جزولدو فريرا اتفق مع مسؤولي الزمالك على تواجده في القاهرة مساء الاثنين وامتابعة مباراة الزمالك والجنع على أن يتولى قيادة الفريق يوم السلساء فريرا اتفق مع مسؤولي الزمالك على الجهاز المعاون وهيكون مكون من مدرب مساعد روي أجواس المدير الفني الأسبق لفرقه مدرب مساعد أحمد عبد المقصود ومدرب الأحمال أندريا سوزا ومحل الأداء بيدرو بوكاس ومدرب عام الكابتن أسامة نبيه ومدرب حراس الكابتن أيمن طاهر ده تشكيل جزولدو فريرا المدير الفني لنادي الزمالك فريرا طلب من أسامة نبيه وأحمد عبد المقصود تجهيز تقرير عن حالة اللعبين بالشكل العام ومواقف الفريق في بطلطية دولة وأفريقيا مع تجهيز شريط فيديو مساجع عليه المباراة الأسابقة كمان فريرا طلب من الجهاز الطب للزمالك تجهيز تقرير عن حالة اللعبين العائدين من الإصابة في الفترة الأخيرة كلام محترم فريرا في مفاوضاته مع مسؤولي نادي الزمالك طلب أن يكون جهازه في مدرب حراس أجنبي مسؤولي نادي الزمالك تمسكه بأيمن طاهر وقاله أن الراجل خلاص وافق على تواجده في هذه الفترة قاله كمان أن أيمن طاهر تواجد مع نادي الزمالك في ظروف صعبة وتحمل أمور كثيرة جدا وبالتالي مش هينفع رحيله في الفترة الحالية وكمان فريرا رفض طلب مسؤولي نادي الزمالك بأنه يقعد في فيلا وطلب أنه يتواجد في أحد الفنادج اللي كان موجود فيها قبل كده أثناء الولاية الأولى في الساعات اللي فاتت عقد أمير مرتضى المشرف العام على كرة جلسة خاصة مع أسامة نبيه في حضور كل من طريق حامد وأشرف بن شري ومحمد أبو جبل الجلسة شهدت مناقشة ملف تجديد تعاقدهم بشكل عام ثم طلب أمير مرتضى عقد جلسة منفردة مع كل لعب لحسم الأمر بشكل نهايي وعموما ما حصلش أي تجديد لأي لعب حتى هذه اللحظة من الأسماء الثلاثة اللي قلنا لحضواتكم عليها الزمالك بينتظر رفع إقاف الكود بنهاية الموسم للتعاقد مع عشر لعبين الزمالك مجهز قائمة بالأسماء المرشحة للتعاقد معهم بنهاية الموسم مجهز قائمة أيضا بالرحلين عن صفوف الفريق والتعاقد مع بديل ليهم مجلس دارة نادي الزمالك قرر في نفس التوقيت تجديد تعاقده مع حازم إمام بعد ما رحب اللاعب وتواجد فيه مقر النادي يوم الخميس الماضي لمناقشة ملف تجديد تعاقده مجلس دارة نادي الزمالك استقر على تجديد تعاقد حازم إمام لما تتراوح من موسم ونصف حتى موسمين فقط بسبب عامل السن ودي اللي هتتحسن مع اللاعب في جلسة بينه وبين أمير مرتضى خلال أيام وربما خلال الساعة أمس طريق حامد شارك في مران الزمالك بشكل طبيعي بعدما خضع الاختبار الطبي وانتهى من برنامجه التقيل وبناء على نتيجة الاختبار اللي عمله الجهاز الطبي سمح لللاعب بالمشاركة في التدريبات بشكل طبيعي الحمد لله على سلامة طارق حامد طيب هذا نروح لخبر آخر يخص شكبالة طلب شكبالة من الجهاز الفني للزمالك الحصول على راحة من تدريبات الفريق أمس السبت وذلك لزروف خاصة شكبالة تكلم مع أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود إنه هيغيب عن المران بسبب زروف خاصة وافق الجهاز الفني على منح اللاعب راحة على أن يعود للمران اليوم